بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواجد دمشي وات اوم شمس كانت منها دائما تكون في احسن حال يومين شاء الله غنقتر حاليكم نوعين من المالح كيجوا رائعين بعاجين واحد بدون فرن يعني غادي توجدي المالح ديالك او الفطور ديالك بكل سهولة وكذلك اللي بغيتيها كل جوتي ان شاء الله لطول السنة فكانت منها ان شاء الله ان الفيديو تليومين الاستحسان ديالكم واعجبكم وكذلك تستغلوا هاد العاجين هادا لانه رائع جدا فما تنسوناش من تجيعتكم ونمشيو مباشرة للمقادير وطريقة التحذير بالنسبة المكونات غنحتاجوا 500 جرام ديال الطحين ابيض عنا 300 جرام ديال الطحين القمح الكامل اللي كيكون لها تشكل بالنخلة دياله ممكن تعودوه بالفينو عندي ثلاثة المعالق ديال زيت زيتون جوج معالق ديال حليب بودرة معالقة كبيرة سكر حبيبات ومعالقة كبيرة خميرة فورية شوية الملح وماء دافئ من طبيعة الحال بالنسبة للطريقة فغلنا اخد البول فانا عنها غادي اني باش ميكوش فيديو طويل في العجني انا تبارك الله السيدات كامني كيعرفو يعني جمعوا العجينة غنعمل العجانة غادي نعملو طحين ديالنا بالانواع ديال وجوج الحليب البودرة كذلك الخميرة الفورية والسكر والملح على هاد الشكل وغادي نضيفو زيت الزيتون هادي نعمل ثلاثة المعالقة ديال زيت الزيتون وغادي نعجن هاد الخليطة هادا بالماء الدافئ بالنسبة لهاد العجين نارا ما كتبيش دلك بزاف يعني إلا بغي تجي معاه بليد ففاقد خلي العجينة شوية مرخوفة ما تكونش كتلصق بزاف وكما غا تشوفي معيه في الفيديو هنضيف الماء ونخليها تعجن جيدا بنسبة لما في هاد العجينة راكت تاخد تقريبا واحد تلتمية اه تلتمية ميلي حتى تلتمية وخمسين ميلي على حسب الطاحين وشكي تشرب او للا المهم حتى نجمعو العجينة بحل هاد الشكل هادا مباشرة هادي نزول هاكي ماشتورة عجينة كتكون شوية مرخوفة غير هي ماشي جارية حال هاد الشكل ما تتلصقش وفي نفس الوقت خفيفة وغادي ناخد ايناء اخر غادي نعمل فيه شوية ديال زيت وغادي نعمل فيه العجينة ديالنا حال هاكي ونغطيها بالبلاستيك عيدائي او لا باي غيطاء ونخليها تختامر حتى يضعف الحجم ديالها منش كي يجينا عجين خفيف وكي يجي رائع فمن بعد ما كتختامر معنا العجينة كي ماشتوا معي فغادي ناخدوها نغل قسمه على جوج باش نعملو جوج الاشكال يعني لي بيتزا وكذلك مني بطبوت غادي ناخدو الجزء الاول كي ماشتوا معي دائما الجزء اللي كي يبقى نغطيوه باش تبقى عنا العجينة ما تنشفش وغادي ناخد هاد الجزء الاول بحال هاكي نعملو على الشكل كورا وناخدو الطحين او لا التقيق القمح الكامل هو باش غاستاعن باش كتجيني دوك لي بيتزا وكذلك كذلك الميني بطبوت ما كي يجيش رطب بزاف هو كي يجيش رطب ولكن في ديك الحروشية ديال القمح الكامل صراحة كي يجي لديد بزاف جربوه هاد الطريقة ولا ما كانش يعني ممكن انكم تعوضوه بالفينو كذلك كي يجيزوين غادي نورق العجينة ديالي بالنسبة لي بيتزا فكان نورقوهم مزيان اما بالنسبة للبطبوت فما كان نورقوش بلا قياس يعني كان خليه شي شوية كما غتشوفوا معي هنا فما غنورقوش بلا قياس ممكن هنا البطبوت تعمله مربع يعني تقطعوه مربعات بالقطاعات البيتزا حال هاد الشكل بالنسبة لهاد العجين يعني لطيبته في المرحلة الطيب ممكن انكم تحتفظوا به كما غنقول لكم في الفيديو هنا نبعد مورقة العجينة غنقطعها كدوائر هنا بنسبة لهاد الدوائر راهوم يعني قد الكاس ديالي عنبع يعني قد قد في القياس نقطع دوائر بحال هاد الشكل وغادي نحن يدوك الزوائد وتهوما نبسطوهم ونقطعوهم بنفس الطريقة يعني طريقة جيد سهلة فهنا راه العجين ما كنخليه شي اختامر يعني فقط كنكمل العجين كاملو كنقدان طيب مباشرة بالنسبة للجزء الثاني كذلك غادي ناخدو غادي نعمله الطحين وغادي نورقوه مزيان كما غا تشوفوا معي حال هاد الشكل وغادي نتقبو العجينة جيدا اما بهاد البيكبات او الا بالفرشيطان اللي كنم توفر عندكم هنتقبوها جيدا بحال هاد الشكل عاد غادي نقطعوها يعني ماشي حتى تقطعوه وتبدو عاوتاني كتتور يعني كتهكك تبيكي والبات فكتجي شوية صعيبة معك تكون مقطعة فبحال هكا باش كي بقعونا الدوائر مقادة انتوما سا فيهنا عندي نحيد العجينة دي كاملة بنفس الطريقة نكملها ومباشرة كنعملون مقلات يعني اي مقلات عندك ماشي تطقيلة او لا اي مقلات تستعملي ممكن تستعمليها في الوصفة هنعملوها تسخن مباشرة غا بدون طيبو غادي نبدو باول حاجة هاد الميني بيزا غادي نستفوهم بحال هات الشكل نعملو لهم نسطيبة يعني كنحطوهم هكا في مقلات اللي كتكون ماشي تخونة بزاف يعني ما تكونش يعني تتحرق حال هات الشكل غا نستفوهم وغين نكملو تستفا كنمدو نقلبو فيهم هكا وهاكا هتا كي بلينا تشربو يعني طابو من الداخل بلا مي يعني يقصاحو ثم يبقا ورطب باش يجيكم زوينين يعني ويبقاو فاش تعمرو بيزاديا ولكم او لحتة فاش تحتفضو بهم في المجميد وتبغيهم كيبقا ورطبيين تجيبوهم دائما كيبقا ورطبين كان بقا هكا كان يعني كان قلب فيهم حتى كيباليا كيما كتلكم نشفو بلا مي يعني يقصاحو خصوم يبقا ورطبين هنتم بحلال الشكل مباشرة كيبدا نزول فيهم باش نمشوا باش نبدو نعمروهم وإلا يبغاد للسيدة أنها تحتفض بهم فهاد المرحلة يعني كتزوليهم كتغطيهم وكتخلهم حتى كي يبردوا عاد كتجمعهم كتعمليهم في المجميد هاوما يعني كيجيو ورطبين رطبين بزاف هاوما وكيجيو من فوخين ورائعين يعني بدون مجهود بنسبة كذلك للمطلعات او للبطبوط الصغير كذلك بنفس الطريقة كنستفوه كما قلت لكم فهو عجين ما كيحتاج فرن الطيب دياله من الاول حتى الاخير هنستفوه كذلك على هاد الشكل هادا وغايم دون قلبو فيه يعني مباشرة كما قلت لكم ففقط من يكملت العجينة ديالي في التقطاع مباشرة بجيو كان طيب ما تخليوش انه يختمر لان البطبوط الاختامر فوق القياسة ما كيبغيش يتنفخ باش يجيكم ها كان فش فش ويجيكم رطب فمن يكي يتحمر ليه من الجواني بجوش كنزولو مباشرة بالنسبة الاخوات اللي ما يبغيوش مثلا السكر في العجين فممكن ما تضيفوش فقط حنا باش يعطينا هاد اللون هادا فقط لانه وتعطي لون فقط فانا عاملة معاكم عجائن ديال البطبوط كتيرة وعجين واحد ديال بيزا رائع هنحط لكم كاعد راوبيت ان شاء الله في صندوق الوصف بالنسبة اللي عجينة ديال بيتزا من بعد ما طبت لينا فكان عمرو الحشوة اللي بغيتو هنا عندي صلصة التماطم تابعت لحال محضرة في البيت غادي اندهن بيها هاد اللي ميني بيتزا ديالي كاملين بالنسبة اللي بطبوط يعني فاشكي طيب كذلك اللي بغيتو تحت فضوبي خليو حتي برد يعني غطيوه بمنديل وخليو تي برد وجمعوه كميا اللي بغيتو من بعد ما طبت سلصة التماطم عادي نرش شوية ديال الفرماج على هاد الشكل فوق مسلصة التماطم كي يعطي لبيتزا لده اكثر عادي من بعد هنعملو شوية ديال الفلافل لانا عملت فلفل حمرة فقط هني غي شوية وكذلك الطون يعني الابغيتو تعمله هني الحشوة كتبقى اختياري اللي متوفر عندك عامله هنعمل شوية الطون كذلك شوية ديال لادان تفيمي على هكا وغادي نعملو شوية ديال الزيتون اخضر على هتشكل ونعملو شوية ديال الزيتون ونعودو نعملو واحد شوية ديال الفرماج من الفوق وطريقة الطياب ديال هاد البيتزا كما اكتلكم يعني بيدون فرن فقط يعني المقيلة ديالكم ما تكونش سخونة بزاف يعني تكون اما دافية كانت سخونة وطفيتو النار خليتوها دافية او لبردة من الاول يعني ما تكونش سخونة ان البيتزا ديال نراهم طيبين بغينا فقط الفرماج انه يدوب ويسيح كنجيب هذيك المقيلة كنستفها البيتزا ديالي عامرين بحال هات الشكل كنحطهم وكنغطي عليهم بغيطة ضروري باش نرجع الصهده عليهم وكنشعل النار على عفية مهيلة هي كتبالي المقلاء سخنات كنطفي النار وكنخليهم مغطين فقط يعني ما كنخليهم ليطيب ولا والو كنطفي النار المقلاء كتسخن كنطفي النار وكنخلي الفرماج يدوب ركي يدوب كيجي جد رائع بالنسبة الامطالعات فكنفتحوهم وكنعمروهم بالحشوة اللي كنت عملت معاكم اللي كتجي رائعة يعني في البطبوت يعني كتجي فنة نحط لكم الرابط ديال هاد الوصفة تحت لا فيديو في صندوق الوصف فكتجي كتحمق في البطبيطات حال هكا نعمر الكيمياء ديال البطبوت اللي بغينا بحال هات الشكل وكن نقدموهم فإلا بغيتو تحتفظوا بهم أو لابقوا لكم هاد البطبوت معمر فعملوه في تلاجة يعني ما تخليه شاكا خارج تلاجة عملوه فكا في بواطا وعملوه في تلاجة وممكن يعني تناولوه في أي وقت على هات الشكل فهنا من بعد ما طبولي البيتزات ديالي كيجيو على هات الشكل رائعين بزاف الفروماج كيدو بطريقة سحرية وبدول يعني مجهود ولا فرن كذلك البطبوتات ديالنا كيجيو رائعين ومعمرين بحشوة اللي لديدة بزاف كنتمنا إن شاء الله أنا لفيديو تليوم تعجبكم أتنا الاستحسان ديالكم أبقى إلا نقول لكم كانت معكم أوم شمس وما توفيقيا إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب